يقول السائل ما الحكم في من يعطي مالاً لشخص ليكتتب بها في إحدى المساهمات ما حكم إيش؟ ما حكم من يعطي مالاً لشخص ليكتتب به في إحدى المساهمات كمساهمة بنك البلاد على أن يعطيني من الأرباح نسبة معينة وله أيضاً نسبة محددة من الربح وذلك عند بيع الأسهم الخاصة به وهل يعد ذلك من باب المضاربة الشرعية؟ الأسهم مجهولة لا يدروا إيش ألسهم هذا ربما تكون أسهم في ربا ربما تكون أسهم في قمار أسهم مجهولة لا يجوز تشتغل بها وهي مجهولة حتى تعرفها وتعرف ما تشتغل فيه وأنه مباح وتعرف التعامل هل هو موافق للتعامل الشرعي أو غير موافق هذه مخاطرة لا يجوز تدخل فيه مثل هذا نعم